ماشي خلنا تحجيها من الأشياء شوف منها بقعة تحجيها عن الموزلس خلنا تحجيها عن نور غندور نور غندور هذي الفنانة الجميلة أطلت صراحة علينا بلوك حلو جداً كلاسيكي جميل يعني راقي كلاس يعني أنا تعجبني هي اختياراتها يعني تعرف يعني تختار لبس تسريحة مالتها صح الدنيا صح لأن هي بالأساس يعني هي قبل ما تكون ممثلة نور كانت مدل فعندها هذه الميزة أو هذه الموهبة بس أنا لاحظ على شغلة على نور غندور شوف نور غندور أنا احترم البنت هذي جداً لأنه هي ابتدت نسمة قلنا مدل بعدين يا أبوها بالتمثيل تمثيل يا أبوها لأنها ابنية حلوة جميلة صغيرة شكل مختلف يعني يمكن هي هي مصرية الجنسية ولكن شكلها أكثر على لبناني شكلها على لبناني على أجنبي أكثر من الشكل المصري الشكل المصري نحن متعودين عليه يعني فيه ناس طبعاً أكدوا مصر و لبنان وكل الوطن العربي فيه مزز يعني بأي أشكال بس يكون فيه دائماً نحن حتى نفس الخليجي الخليجي يكون فيه أش فيه يعني شكل حق البنت الخليجي يعني نفسية فترة من فترات كانت زينب العسكر هي المثال الحي للجمال الخليجي الشعر الأسود الطويل العيون الواسع الكحل الكثير الدنيا بعدها نية ميساء مغربي يعني هما يشتغلون على هذا اللوك كذلك هي نور إن كانت مصرية جنسية ولكنها ويبقى تعترف أن هي مصرية جنسية ونعم فيها وبأهل مصر لكن هي شنو هي دائماً يعني يعني شكلها اللوك مالها شوية يعطيها عليه لبناني أو بس أنا لاحظ في شغلة شوية نور عندها جرأة في الملابس اللي تلبسها شوية وهذا مو أنا ملاحظتها مو من الحين من واي يعني الكتف المفتوح هذا اللي يصير يعني كان النص دوكلتة الدوكلتة تلبسها عادية أوكي زين أنا يعني أنت نور تعيشين في مجتمع خليجي أنت كنت مصرية فأنت تعيشين في الخليج في الكويت دولة محافظة يعني النظرة يعني هذا مو مقبول الناس لما طالع تستهجنه حتى يقول واو حلو هو فعلا حلو واو بس لكن مناسب ولا مو مناسب يعني بالنسبة لمجتمعنا غير مناسب يعني أنا ما أقول وفي في شم واحدة قاعد يلبسون بس الناس قاعد تتكلم وهذا حق مشروع أنت مدام تطلع الصورة من أو الفيديو من الخاص إلى العلن تنشره تحمل آراء الناس بحدود الأدب والأخلاق واللياقة لأن حق يكفل الدستور الكويتي حق إبداء الرأي خصوصا أنه هو شيء ما عاد خاص خاص يضل خاص ما ينشر إذا نشر فهو طلع من الخاص إلى العام وفي حكم من محكمة التمييز اعتبر مواقع التواصل الاجتماعي كان انستجرام انتوا قاعد تنشرون صوركم هناك أو هذا يعتبر أماكن عامة فأنتوا قاعد تنشرون هذا يعني أنا أنا الحب في نور إن هي استوعبت إن هي تبي تعيش يعني تبي زمنها يكون أطول في التمثيل وحبت التمثيل وأكبر دليل ندخولها للمعهد العالي في نوم السرحية إن هي قررت ما أن تكون وجه جميل في الدراما الكويتية لكن هي قررت إنها تكون مؤثرة وإنها يعني نقاط ضعف هتقويها وهذا فعلا أنا شفتها في أعمال كثيرة أذهلتني يعني نور بخلاف بعض الأدوار اللي لا تجدي ولا تصمم من جوع حبني وأحبك وإي لاوفي وما شنو ومشاهد العشق والغرام وما شنو مشاهد يعني نفس مشاهدها في حياة ثانية مع الفنانة ودع حسين وغير كانت مبهرة حسيت وين نور قندور زمان في أعمال أنا شفتها شكل أنا دائما كنت أطالح إنها شكل جميل أداء مفيش بس هذا قاعد أشوف إنه كان فيه تطور في الأداء من دشة المحة تغيرت بعدين صار لا نور يعني نور على الطريق إن بعد طورت أدواتها إنه تكون ممثلة يحتسب لا حساب فلا تفسدين نور اللي أنت قاعد تشتغلين عليه من اجتهاد في أعمالك ودراسة وهذا كله بأنك تطلعين بلوك ممكن يستهجنها لبعض يعني فيه ممكن ناس يعني الناس مو واحد يعني ناس تلبس تكلتي فيه ناس تمشي بحجاب وملتزمين بس مع ذلك يطال عنفا بس لما يشوفون ممثلة مثلا أنا بناتي إذا أنا مثلا كنت متدينة ونقاب وحجاب وعندي اتزام ديني ومع ذلك أحب الفن أحب وطالع إذا بناتي يقع يطالعون ويحبون فنانة ويشوفونها تلبس بهالطريقة باشر بناتي رح يبون يلبسون نفسهم أنا ما أسمح إذا هذا عادي هو في الفن فهو يعني لأنه دائما بالذات التنيجرز يتأثرون يبي يلبس نفس فلان وإحنا شنو اللي ندمر مجتمع حاليا أن الشخصيات اللي في المجتمع العادية كم يقلدون فنانين مقام يروحون حيادات التجميل أبي الشفايف أليسة أبي عيون زينب العسكري أبي خشم ميساء مغربي أبي يعني شدي صارت أبي فهم نفس الشي كي يروحون عم صامين أبي نفس هذا بيك تسوي لي نفس نور غندور شلابسه أبي تسوي لي نفسه تأثرون خصوصاً المراهقين وأعتقد أن أنت جمه مورج تنيجرز نور حتى لو كان كبار اللي تأثرون فيه الصغار أو بمن اللي بعمر منتو مني صغيرة بعدش بالعشرين فأنا أشوف الأناقة ممكن تكون أجمل بأنه يعني بعيد عن دوكلتين وزيادة تشتفئي وتشتفلة وهذا بالعكس يعني أنا عندي حتى مثلا الشخصيات العالمية ترى شوفوا أكثر مثلا حتى مثلا كم كردشا ومرات تشوفون صورها بالإحتشام والصد شوي أكم ما هيكون ضايقة بس مون بين شيء من جسمها شوفوا شون الناس واو وكلهم يلبسون نفسها ما فيهم العرب والناس تشوف شيء ترى بالإحتشام كثير من يعني لعم لعم طعمه لبسي وكشخي وما شاء الله الله ما عطيت جمال وجسم جميل وطلة حلوة وقبول فلا تفسيرين في بطلات باللقات الأوفر ماشي